منذ عامين بالتمام والكمال كنت هنا في يوم 3 مارس سنة 2017 حيث انطلقت الحلقة الأولى من هذا البرنامج في نسخته الثانية منذ عامين بالتمام يوم 3 مارس وأتذكر أن دستوري كان عبارة عن سطر لن أقول إلا الحقيقة لن أقول إلا الحقيقة لن أقول إلا الحقيقة ربما لا أقول كل الحقيقة هذا كان دستوري البرنامج في الحلقة الأولى قلته ورددته وحاولت بكل ما أتيت أن أطبقه لن ألقي معلومة كاذبة ولن ألقي معلومة بها نسبة شك ولم أردد معلومة مختلقة دائما كانت معلومات موثقة ودائما موثقة من مصادرها وعلى عهدة المصادر ونملك الجراءة لنعتذر حين الخطأ ودائما ما كنت أناشد زملائي في الحقل الإعلامي والمهني والصحفي وأناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن نقف في لحظة تعقل حتى لا نلتقط هذا الطعم الطعم الذي بدأ في عملية ممنهجة لاستياد المجتمع في مصداقيته للتشويش على الحقائق من خلال هذا الكم الهادر من الأكاذيب كم من الأكاذيب من المعلومات المغلوطة المعلومات المختلقة بتجعل الحابل يختلط بالنابل وكما يقيل تصير الأمور حيص بيس هذا ما جرى وهذا ما تم وقلت بالأمس في حلقة الأمس أن هناك سماعون للكاذب اللي هم بيتناولوا ويتدولوا الأخبار الكاذبة وهناك من يحرف بعض الكلمة عن بعض مواضع وقلنا هؤلاء هم الجماعة الإرهابية وكل روافدها وكل مصباتها شغلتهم الأساسية هي اختلاق المعلومة هي إنتاج الشائعة ثم تدوير الشائعة بشكل واضح ايه؟ واحد بيقول موضوع بياخدوا موقع من المواقع تتناولوا صحيفة من الصحف ثم بيتناولها برنامج أو محطة فضائية ثم نتاج كل هذا يتم تناوله في وكالة أنباء وهذا ما تقوم بعمله وإنتاجه من مشروع زي جزيرة بشكل مباشر شرحت هنا في غير مرة كيف يتم تدوير الأكاذيب يتم إنتاج الأكاذيب عبر خطوط إنتاج الشائعات والأكاذيب ثم يتم تدويرها وتناولها وعمل عملية تسويق لها حتى تصل إلى المستهلك النهائي في دماغ المستهلك المستهدف وهو المواطن المصري ربما الهدف هو التشويش على الحقيقة أيا كانت وقلنا مرارا وتكرارا أنه الاستسهال شيء يمثل سبه في جبين الحق والحقيقة لابد أن نبزل المجهود حتى نصل إلى حقيقة الأمر ومن مصادره ترجمة نانسي قنقر